بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في مادة المهارات الرقمية الفصل الدراسي الأول سنكون معا بإذن الله في هذا الدرس درس بعنوان المخططات البيانية الجزء الأول في الدرس السابق درس عنوان تنفيذ العمليات الحسابية الجزء الثالث تعلمنا على استخدام الأسس واستخدام النسب المئوية ذكرنا في البداية في استخدام الأسس أن الأسس لرقم ما يعبر عن عدد مرات استخدام الرقم في عملية الضرب يكتب كرقم صغير على اليمين وفوق الرقم الأساسي مثل عملية الضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين تكتب كاثنين أس ثلاثة حيث أن اثنين هي الأساس وثلاثة هي الأس تتم قراءة هذه الصيغة على أنه اثنين مرفوع إلى الأس ثلاثة أو اثنين مرفوع إلى الأس الثالث من الممكن أيضا كتابة الصيغة اثنين أس ثلاثة على أنها ثنين أس ثلاثة وتساوي ثنين ضرب اثنين ضرب اثنين تساوي ثمانية الأسس المعروفة أيضا باسم القوى أو الأس لها أولوية أعلى من الضرب والقسمة والجمع ويجب حسابها أولا في الصيغة الحسابية ذكرنا في أولوية التنفيذ العمليات الحسابية أولا الأولوية لتنفيذ ما بداخل الأقواس بعد ذلك الرفع لأس ومن ثم الضرب والقسمة وبعد ذلك الجمع والطرح فالأس أو الرفع لأس له أولوية على الضرب والقسمة والجمع والطرح للحصول على رمز الأس نضغط على مفتاح شفت زاعد رقم 6 في لوحة المفاتيح قمنا بكتابة الجدول التالي ونسقنا في الدرس السابق الحساب من خلال الأس والحساب بالنسبة المئوية لإجراء عملية حسابية باستخدام الأس قمنا بالضغط على الخلية المدمجة A2 وبعد ذلك كتبنا العلامة اليساوي ومن ثم كتبنا العملية الحسابية بين قوسين 4 زاعد 3 مرفوعة لأس 2 ضرب 6 تقسيم 5 ناقص 2 داخل أقواس ناقص 8 بعد ذلك نضغط على مفتاح كنترول وإنتر مع بعضهم البعض من لوحة المفاتيح لإجراء العملية الحسابية وعرض الناتج في الخلية نفسها يجب أن يكون الناتج كما هو واضح 90 خطوات حساب الصيغة كانت أولاً تحتاج إلى إجراء العملية الحسابية داخل الأقواس وكانت 3 زاعد 4 تساوي 7 بعد ذلك رفع هذه النتيجة إلى الأسة الثانية 7 أسة 2 تساوي 49 بعد ذلك نضرب هذه النتيجة 49 في 6 ليظهر لنا الناتج 294 نقوم بحسابة المقام وهو نتيجة طرح 2 من 5 5 ناقص 2 طينا الناتج 3 يمكن الآن قسمة النتيجة السابقة وهي 294 تقسيم 3 يكون الناتج 98 وفي النهاية نطرح 8 من هذه النتيجة لنحصل على الإجابة النهائية 98 ناقص 8 يكون الناتج 90 إذن نتيجة الصيغة هي 90 إذا لم تتبع ترتيب العمليات فقد ينتهي بك الأمر بنتيجة غير صحيحة يمكن أن يساعد استخدام الأقواس لتجميع أجزاء من الصيغة في توضيح ترتيب العمليات والتأكد من إجراء العمليات بشكل صحيح قمنا بهجراء تطبيق عملي على إجراء عملية حسابية باستخدام الأس بعد تنسيق الجدول وكتابته نقوم بالضغط على الخلية المدمجة أي 2 ثم نقوم بكتابة أو بالبدء بعلامة يساوي نفتح القوس نكتب 4 زائد 3 ثم نغلق القوس نرفع الناتج إلى الأس الثاني بعد ذلك نقوم بضرب النتيجة بـ 6 ثم نقسم نفتح القوس 5 ناقص 2 نغلق القوس ثم نقوم بطارح 8 من الناتج ونضغط على مفتاح Control زائد Enter من لوحة المفاتيح وستظهر النتيجة مباشرة بالخلية المدمجة A2 وهي 90 أيضا ذكرنا في استخدام النسب المئوية ذكرنا أن النسبة المئوية هي طريقة للتعبير عن رقم في صورة كسر من 100 غالبا ما يشار إليها بالرمز اللي واضح أمامنا رمز النسبة المئوية على سبيل المثال إذا كان لديك 20 تفاحة وتريد معرفة النسبة المئوية من إجمال عدد التفاحات يمكنك حسابها على الناحو التالي بمعنى آخر أن 20 بالمئة تعني 20 من 100 أو 20 تقسيم 100 لحساب النسبة المئوية 20 تقسيم 100 ونقوم بضرب الناتج بمئة لتظهر لنا النسبة المئوية تستخدم النسبة المئوية بشكل شائع لتمثيل أجزاء من الكل أو للتعبير عن التغييرات في القيم بمرور الوقت ولكتابة علامة النسبة المئوية في برنامج Microsoft Excel نضغط على مفتاح شفت مع مفتاح رقم 5 ويظهر لنا علامة النسبة المئوية لإجراء عملية حسابية باستخدام النسبة المئوية نضغط على الخلية المدمجة A5 بعد ذلك نكتب يساوي 10 ضرب 25 بالمئة ولكتابة علامة النسبة المئوية كما ذكرنا نضغط مفتاح شفت مع مفتاح رقم 5 وستظهر علامة النسبة المئوية بعد ذلك نضغط على إنتر مع كنترول من لوحة المفاتيح بنفس الوقت لتظهر النتيجة ويجب أن يكون الناتج 2.5 في علامة التبويب الشريط الرئيسي في مجموعة رقم اضغط فوق نمط النسبة المئوية لتنسيق القيمة كنسبة مئوية تطبيق عملية على إجراء عملية حسابية باستخدام النسبة المئوية نقوم بالضغط على الخلية A4 بعد ذلك نكتب علامة اليساوي ونكتب 10 ضرب 25 ونضع علامة النسبة المئوية وهي الشفت مع رقم 5 في لوحة المفاتيح بعد ذلك نقوم بالضغط على كنترول وإنتر بنفس الوقت لتظهر النتيجة بنفس الخلية الخلية A4 بعد ذلك نحدد الخلية A4 ومن علامة التبويب الشريط الرئيسي ومن مجموعة رقم نقوم من القائمة المنسدلة باختيار علامة النسبة المئوية تستطيع زيادة الأرقام العشرية أو إنقاصها من خلال أيضا مجموعة رقم فرن ناتج 250% سنتعلم في هذا الدرس بإذن الله درس بعنوان المخططات البيانية الجزء الأول أنواع المخططات البيانية لماذا تستخدم المخططات البيانية؟ المخططات البيانية هي تمثيلات رسومية للبيانات تساعد على تحليل المعلومات المعقدة وتسهيل فهمها إذن المخططات البيانية هي تمثيلات رسومية للبيانات تساعد على تحليل المعلومات المعقدة وتسهيل فهم هذه المعلومات نلاحظ هنا مثلا نسبة الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية في عام 2021 نلاحظ منتجات الزراعية والنسب بنظرة أولى للمخطط البياني تلاحظ أكثر المنتجات الزراعية اكتفاء وتلاحظ أقل هذه المنتجات بنظرة واحدة للرسمة البيانية ولا تحتاج إلى قراءة الأرقام أو الاطلاع على الأرقام مكتوبة بالنظرة واحدة للمخطط البياني ستخرج بتصور شامل عن نسبة الاكتفاء الذاتي لأهم المنتجات الزراعية أنواع المخططات البيانية يوجد عدد من المخططات البيانية وعدد من الأنواع هناك أنواع مختلفة من المخططات البيانية كل منها مصمم لعرض البيانات بطريقة معينة تتضمن بعض أنواع المخططات الشائعة المخططات العمودية والمخططات الشريطية والمخططات الخطية والمخططات الدائرية والمخططات الدائرية المجوفة وما إلى ذلك من أنواع المخططات إذن لدينا أنواع مختلفة من المخططات أهم هذه الأنواع المخططات العمودية والشريطية والخطية والدائرية والدائرية المجوفة يعتمد اختيار المخطط المراد استخدامه على نوع البيانات المقدمة والرسالة التي يجب نقلها من خلال اختيار نوع المخطط التخطيطي المناسب من الممكن توصيل البيانات المعقدة بوضوح ودقة مما يسهل على الجمهور تفسيرها وفهمها أنواع المخططات البيانية هناك عدد من الأنواع للمخططات البيانية سنقوم بذكر بعض المخططات الرئيسية التي يمكن إنشاءها باستخدام بياناتك في مايكروسوفت إكسل أولا المخطط العمودي المخطط العمودي هو تمثيل تخطيطي للبيانات يستخدم أشرطة عمودية لإظهار المقارنات بين الفئات يتوافق ارتفاع كل شريط مع قيمة البيانات التي يمثلها هذا شكل المخطط العمودي أيضا لدينا المخطط الدائري وهو مخطط يمثل البيانات كشرائح من دائرة حيث تتناسب كل شريحة مع الكمية التي تمثلها كما يتم استخدام المخطط الدائري بشكل شائع لإظهار النسبة المئوية أو النسبة النسبية للفئات المختلفة في مجموعة البيانات وهذا هو شكل المخطط الدائري كذلك لدينا المخطط الخطي وهو تمثيل تخطيطي للبيانات التي تعرض المعلومات كسلسلة من نقاط البيانات المتصلة بواسطة مقاطع الخط المستقيم وتستخدم بشكل شائع لإظهار الاتجاهات بمرور الوقت إنها أداة بسيطة وفعالة لتصوير البيانات المستمرة وهذا هو شكل المخطط الخطي أيضا لدينا المخطط الدائري المجوف وهو مخطط دائري به فجوة بالوسط ويستخدم لتمثيل البيانات في شكل نسب مئوية الحلقة الخارجية مقسمة إلى شرائح تتوافق مع الفئات المختلفة لنقاط البيانات التي يتم تمثيلها وهذا أحد أشكال المخططات البيانية الدائرية المجوفة فكذلك من الأفضل استخدام هذا المخطط المخطط الدائري المجوف عندما تكون البيانات عبارة عن مجموعة كاملة من أجزاء متعددة خاصة عند التقديم إلى مجموعات كبيرة ومتنوعة وهذا شكل آخر من أشكال المخططات الدائرية المجوفة يعتمد نوع المخطط المراد استخدامه عند إنشاء المخطط البياني على جمهورك والطريقة التي ترغب بتقديم البيانات بها إذن ذكرنا أنواع المخططات البيانية ذكرنا أربع أنواع للمخططات البيانية أول هذه الأنواع المخطط العمودي بعد ذلك ذكرنا المخطط الدائري ثم ذكرنا المخطط الخطي وأخيرا ذكرنا المخطط الدائري المجوف المخطط العمودي الدائري الخطي والدائري المجوف وفي أشكال هذه المخططات البيانية المخطط العمودي بعد ذلك المخطط الدائري ومن ثم المخطط الخطي وأخيرا المخطط الدائري المجوف هذه هي أشكال المخططات التي يوفرها برنامج مايكروسوفت إكسل هي الأربع مخططات التي نشاهد المخطط الخطي المخطط العمودي آسف مخطط الدائري ومخطط الخطي والمخطط الدائري المجوف نصل إلى تقويم الدرس أكمل الفراغات التالية بالعبارات الصحيحة المناسب أولا هو تمثيل تخطيطي للبيانات يستخدم أشرطة عمودية لإظهار المقارنات بين الفئات أي أنواع المخططات هو تمثيل تخطيطي للبيانات يستخدم أشرطة عمودية لإظهار المقارنات بين الفئات ذكرنا أربع أنواع من المخططات العمودي الخطي المجوف والدائري أي هذه الأنواع يناسب العبارة الأولى أحسنت هو المخطط العمودي العبارة الثانية تمثيل تخطيطي للبيانات التي تعرض المعلومات كسلسلة من نقاط البيانات المتصلة بواسطة مقاطع الخط المستقيم لدينا المخطط العمودي مخطط الخطي مخطط الدائري والمخطط الدائري المجوف أي هذه الأنواع يناسب العبارة الثانية أحسنت المخطط الخطي العبارة الثالثة مخطط يمثل البيانات كشرائح من دائرة لدينا المخطط العمودي مخطط الخطي مخطط الدائري والمخطط الدائري المجوف أحسنت المخطط الدائري في السؤال الثاني قم بتسمية المخططات التالية سنقوم باستعراض صور للمخططات ونقوم بتسمية هذه المخططات الصورة الأولى أي أنواع المخططات تمثل هذه الصورة أيضا ذكرنا أربع أنواع المخططات العمودي والخطي والدائري والدائري المجوف المخطط الواضح أمامنا هو المخطط أحسنت المخطط الدائري والمخطط الواضح أيضا أمامنا أحسنت هو المخطط الخطي والمخطط الواضح أمامنا في السؤال حاليا هو المخطط الدائري أو الدائري المجوف أحسنت هو الدائري المجوف المخطط الدائري المجوف والمخطط التالي هو المخطط الخطي أو العمودي أحسنت هو المخطط العمودي تعلمنا في هذا الدرس درس بعنوان المخططات البيانية الجزء الأول وتكلمنا عن أنواع المخططات البيانية شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته